نوم من ما يهم صحة أسنانه وطبعاً مثل ما هو معروف سلامة الأسنان عنوان لصحة الجسم هذا الشيء اللي أشارت للدراسات وبالتأكيد صار من أولويات جمال الشكل سواء للرجال أو النساء على حد سواء ولكن شو اللي يديد فيما يخص طرق الحفاظ على الأسنان والعناية بها بداية من الطفولة وحتى مراحل متقدمة من العمر نشوفوا ياكم هالتقرير اشتركوا في القناة نور أحب إياكم بضيفتي الدكتورة ميش عيشة الدكتورة التجميل الأسنان سبت نتكلم أكثر عن الموضوع يهلا ومرحبا وتشويانا دكتورة ميش دكتور ميلي نحن نعرفه إن إذا الواحد يهتم بنظافة أسنانه نظف أسنانك اليوم أكثر عن مرة عقب الأكل بيحافظ على صحة أسنانه ولكن في وايدين من الناس يحافظون على نظافتها ولكن يظهر التسوس شو من الأسباب اللي ممكن يستوى هالشيء؟ مبدئيا لازم نعرف التسوس سببه إيه؟ التسوس عبارة عن هو مش سوسة زي ما إحنا كنا فاكرين اللي هي بتبقى موجودة طبيعية في اللعاب بتاع الفم تبدأ تنجذب على البقايا الأكل دي وتبدأ تتغذى عليها وتطلع فضلات الفضلات دي عبارة عن أسدز أحماض الأحماض دي تبدأ تاكل في السن وتعمل لنا الفجوات اللي هو التسويس تمام؟ طيب ليه الناس اللي بيجي لها تسويس بالرغم العناية بأسنانهم؟ ده سببه الأساسي إن هم ممكن ما يكونيش عارفين إزاي يعتنوا بأسنانهم بطريقة الصح المزبوطة ممكن يكونوا بيفرشوا أسنانهم بطريقة غلط ممكن يكونوا بيستعملوا الخيط الطبي وده مهم جدا لأن التراكم دايما بيحصل أكتر ما بين الأسنان ممكن يكون عندهم مشكلة في الأسنان نفسها زي تزاحم في الأسنان وتزاحم ده بيسبب تراكم للأكل مهما كنا بنظف أسناننا التراكم ده بيتراكم الأكل ما بين الأسنان وصعب نحن نشيله فمهم جدا نحن نعرف إزاي ننظف أسناننا كويس مهم جدا نحن نستعمل الخيط الطبي كيف ننظف أسناننا بشكل صحيح؟ يعني ذكرتي استخدام فرشات الأسنان لها استخدام معين الصحيح والخاطئ؟ طبعا فرشات الأسنان لازم مبدئيا نختار النوع يعني لازم بعد ما نروح نستشير الطبيب لأن فيه حاجات فيه نوع معين من الفرشة لازم نستخدمه حسب الحالة يعني الناس اللي بيبقى عندهم مشاكل في اللثة أو التهابات أو كده لازم يستعملوا اللي هي الفرشة النعمة عشان ما تعملش مشاكل في اللثة الناس اللي هي طبعية بيستعملوا لهايه الميديم ما تبقاش صوفت قوي ولا هارد قوي طريقة غسل الأسنان أو التفريش الأسنان لازم ما تبقاش بالطريقة دي ده بيسبب إن احنا بنشيل طبقة المينة اللي هي بتعمل أصلا حماية الأسنان من التساوس لازم نحط الفرشة بطريقة 45 درجة على اللثة وننزل تحت وفوق كأني بتصرحي شعرك بسك بتصرحي الأسنان بالراحة خلو هذا التشويه بسيطة ومهم قوي مهم قوي كمان ننظف من قدام من وراء نوصل الفرشة للسطح الأسنان الخلفية لاحظت كمان من خلال شغلي إن الناس كتير بيجالها تسويس في الدروس للعقل إن هم مش بيوصلوا ممكن يكون الهايجين بتاعته الصحة الفم بتاعته كويسة جدا بس هو مش بيوصل فرشة المعجون للدروس العقل فمعظمهم بيبقى عندهم أربع دروس مساوسة بسبب إن الفرشة ما وصلتش للحتة دي فمهم إن احنا نوصل فرشة الأسنان للأماكن دي ولازم نستعمل خط الطبي مهمة قوي 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 الانتر دينتر بروش اللي هي الفرشة الما بين السنان خصى الناس اللي عندهم الواير بتاع الأسلاك بتاعت التقويم من صعب إن احنا نستعمل الفلوس دكتورة مي باختصار منوء أحسن الفرشة الكهربائية أم العد أحاديا؟ الكهربائية مثالية لأن الكهربائية بتبقى معمولة بسيستم معين very safe على الأسنان وطريقة التفريش بتاعتها هي الطريقة المزبوطة فأنا طبعا بنصح الناس كلها إن هي تجيب الكهربائية الناس اللي عندهش المقدرة حسب بقى مقدرة البناء بس هي طبعا كهربائية أهم حاجة نعم نشوف الأطفال دائما يعانون من التسوس ولكن هل له أضرار مختلفة عن الناس اللي يصيبها تسوس من كبار السن؟ الأطفال لا معدش سؤال تاني يعني إن احنا نشوف إن في ناس أطفال يصيبهم التسوس أكيد وفي ناس بالغين يصيبهم التسوس هل في له مظار مختلفة أم هو نفس المظار بالنسبة للثنين؟ هي السيمتمز أو الأضرار بالنسبة للثنين في التسوس تعتبر متشابهة يعني هي لما يحصل تسوس وسبناه ممكن يوصل لفقدان السن عصب برضو بيحصل في الأطفال بس هي الفكرة إن مهمة قوي 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 إن إحنا نعتني أو الأباء يعتنوا بأسنان أطفالهم منذ الصغار لأن الأسنان اللبنية دي لما بتسوس بتأثر على الأسنان البلغة نعم تمام؟ فإحنا لو سبناها تسوس لأن في ناس كتير قوي مش بيهتموا بيها وبيقولوا خلاص هتتبدل وكده لأ خالص هي بتأثر جدا على الأسنان اللي بعد كده كيف ممكن تأثر؟ لأن هي بتأثر على النمو بتاع الأسنان البلغة وكمان التسوس معضي بيعدي الأسنان فممكن إن إحنا لو سبناها تسوس تسوس الأسنان البلغة وتبقى طلعها مسوسها بالفعل خطر إن زين دكتورة مي بالنسبة لكبار السن يعني التقدم مع العمر تضعف الأسنان كيف ممكن حافظ عليها؟ تمام هو التقدم مع العمر فعلا الأسنان بتضعف لأن طبقة المينة نفسها بتقل تمام فنحافظ عليها زي لازم الكشف الدوري عن الدكتور الأسنان على قل مرتين في السنة والناس اللي بيبقى عندهم قابلية للتسوس لازم يروح على قل كل ثلاث شهور للدكتور ده مبدئيا ثانيا لازم ناخد حاجات فيها فلورايد كتير لأن الفلورايد هو اللي بيقفل المسامات اللي في السن فبيقلل اللي هو فقدان الكالسيم والفسفور الحاجات المهمة في الأسنان فبيقلل أو بيحمي طبقة المينة إن هي يحصلها تآكل إيه كمان؟ إن مهم طبعا التغذية الصحيحة والسليمة إن نقلل من السكريات نقلل من الكربوهيدرات من التدخين مهم كمان إن إحنا نأكل حاجات فيها خضار فكهة ألياف ألياف مهمة جدا إن هي بتزود اللعاب نهتم جدا إن ما يبقاش فيه جفاف في الفم لأن الجفاف بيزود التسويس وبيزود البكتيريا شرب المياك كتير الاهتمام بالصحة عمتا كلما بنجمع لازم نهتم بالصحة أكيد مهمة قوي الحاجات دي في التوازن زي نسمع أيضا عن شيء بالنسبة لمعجون الأسنان نحن نستخدمه بكثرة فيقولون إن لهذا الاستخدام غير صحيح لازم بمقدار معين فهل هذا الشيء صحيح وشوه المقدار المناسب لاستخدام معجون الأسنان هو دايما اختيار فرشة الأسنان مهمة فرشة الأسنان المزبوطة بيبقى هي معمولة بمقاس صغير معين هو ده اللي احنا عايزين بس حبة المعجون ده على الأسنان في الرايد الكتير في الرايد مهم بس كتير مضر الأسنان ممكن يصفر الأسنان فهي الحبة على قد مساحة الفرشة سواء الفرشة الكهربائية أو الفرشة العادية بنستعملها اللي هي الصحيحة مش أي فرشة طبعا لازم نستعمل كده ولازم التنظيف بيبقى مرة صبح ومرة بالليل مرتين بس لو كاننا كاربوهيدريات لو كاننا سكريات طبعا يفضل إن احنا ننظف بعديها عشان ما نسيبش سكريات تتراكم فأنا دايما بنصح الأمار ده بتوعين هم يشيروا معاهم معجون سنان وفرشة لازم معاهم دائما بالفعل وأيضا الخيط الأسنان الطبي خيط مهم جدا على الأقل مرة في اليوم بالليل يعني أكتر وقت بالليل لأن بالليل دايما السنان معرضة تسويس أكتر عشان فيه جفاف مفيش مية مفيش لعاب فتنظيف الأسنان مهم جدا قبل ما ننام دي أهم حاجة زي صراحة دكتورة مين احنا احترنا احترنا في كميات الكثيرة والمتنوعة لمعجون الأسنان هاللي بيض هاللي لثة هاللي يعني أي واحدة منها نختار أم كلها مناسبة لنا لا طبعا هو حسب اللي انتهت عملية يعني مبدئيا لما تيجي تكشفي عند الدكتور أول حاجة لازم نعملها لازم نشوف صحة اللاثة لو مثلا البيشنت عنده أو المريض عنده مشاكل في اللاثة عنده نزيف عنده جير كتير عنده التهابات بعدما بنعمل التنظيف واللي هو التنظيف البروفيشن اللي هو عنده الدكتور الاحترافي اللي عنده الدكتور ونشيل الجير والتيشوز الميتة وننظف كويس ونعمل تريتمينت صح للاثة بنتدي له الحاجات المناسبة لي سواء معجون سنان سواء مضمضة اللي هي for treatment تمام وبعد كده بيبقى فيه maintenance للاثة نفسها فيه maintenance دي له الحفاظ على صحة الأسنان الحفاظ على صحة وسلامة اللاثة وأنا دايما ولو هيعمل طبعا تبييد بنتدي له حاجة للطبيض تمام أنا دايما بيبقى كل patient أو كل مريض بيجيلي بعدما بعمله التنظيف بعمله زي kit كده بيستعملها مرة صبح ومرة بالليل for maintenance يعني بعدما تدي له العلاجات للجلاثة وكان عنده نزيفة أو كده بديهله خلاص بعدما بيخلصها نبدأ مثلا نعمل طبيض أنا شايفة أنه مهمة قوي أنه نستعمل معجون أسنان طبيض فيه معجون أسنان طبيض ممكن استعمله على طول فيه معجون أسنان طبيض ما قدرتش استعمله كل يوم بقدر استعمله مرتين في الأسبوع فحسب بس بيستعمله على طول مرة بالليل مرة الصبح مرة الصبح مرة بالليل واحد لللاثة واحد برضو معجون لللاثة for maintenance also واحد لمنع تسويس الأسنان فدي لك أكد يعني ما أقطع كلامتش ولكن التبيض دائما نسمع أن ممكن يسبب ضعف من الأسنان أبدا خالص معلومة خاطئة خصوصا يوم يحسون الناس أن أسنانهم تستوي حساسة أو بسرعة مثلا إذا كلوا شيء بارد يضرب على العصب لا هو التبيض لو معمول بطريقة مظبوطة ما بيعملش مشاكل هي الفكرة كلها أنه هو لازم يتعامل بطريقة مظبوطة التبيض ما بنعملوش مع كل الحالات في حالات معينة ما ينفعش نعمل معها تبيض لو عملنا معها تبيض اللي بيبقى عندهم تآكل في طبقة المينة أنه أنا بيبقى عندهم sensitivity عالية قوي ما أقدرش أعمل معهم تبيض أو عندهم اسفرار في الأسنان بسبب التآكل وبسبب استعمال طبعا أنتيبيوتكس من الصغر اسمها تريسايكلين بتعمل اسفرار فالتبيض نفسه ما بيقصرش ففي الحالات اللي زي دي أنا ما أقدرش أعمل معهم تبيض بنتجه لحاجات تانية طبعا هو التجميل والفينيرز بس التبيض سيف جدا على الأسنان لو إحنا عملنا بطريقة مظبوطة والإنستركشنز اللي هنستعملها بعد التبيض والتعليمات التعليمات مش هيبقى مسبب خالص لأنه هو التحسس بيبقى في أول يوم بسيط التحسس بسيط بسبب أن البرسيجن نفسها بتاعت التبيض فيها بعض التحسس بس تاني يوم خلاص بيروح خالص وأكوردينج طبعا لاختيار الحالة وبعد كده المنتنس بقى مهم إن إحنا نستعمل المضمضة المظبوطة المعجون الأسنان المظبوط حسب يعني كل حالة وليها نعم التعليمات الخاصة لها مو كل شي ناسب الجميع خالص مثل ما ذكرنا في المقدمة قلنا بأن صحة الأسنان دائما مرتبطة بصحة الجسم كيف هذه العلاقة إذا ممكن تشرحي لنا أكثر عنها دكتورة مي صحة الأسنان مرتبطة بصحة الجسم فعلا لأن للأسف في حالات معينة بتأثر على الأسنان والعكس يعني في ناس مثلا مرضى القلب مرضى السكر السرطان للأسف بيبقى عندهم تسويسات كتير في أسنانهم بسبب التعرض للأشعة تعرض الكماوي مرضى السكر بيبقى عندهم نقص مناعة مرضى الإيد الحاجات دي بتعمل تسويسات كتير والعكس صحيح إن الناس اللي بيبقى عندهم تسويسات والتهابات في اللاثة ممكن تأثر على صحتهم شو تأثر؟ على أي أعضاء؟ على أي أعضاء اللاثة مثلا لو فيه التهابات أو تلوث في اللاثة سايبينه ممكن يعمل مشاكل في القلب ممكن يعمل بعد شر جلطة ممكن يعمل مشاكل فيه حاجات التهابات في الأذن والوسطى ساعات الدكتور ما بيبقى إش عارف يشخص الحالة يعمل لها ريفارة الدكتور أسنان لأن بيحصل إنفكشن هو اللي عامل التهابات في الأذن والوسطى ممكن انتهبات في الجيوب الأنفية تعمل انتهبات في الجيوب الأنفية ممكن صداع يجي صداع بسبب عدم توازن في العضة بتاعت الأسنان نفسها أو في مشاكل في العضة بتاعت الأسنان فتعمل صداع العضلات الفك نفسها فيها تانشن جامت في عاملة برضو الصداع لو توتر في هذه العضلات ففي أسباب كتير قوي الأسنان ممكن تعمل مشاكل في صحة الجسم عشان كده مهم قوي الكشف ونروح لدكتور الأسنان عشان نعرف إحنا عندنا إيه وساعتها نحل المشكلة إذن أمراض المناعة والقلب والسكري هذي كلها ممكن تسبب تسوس طبعا أما التسوس إذا القلب سليم يعني ما في إمكانية أن يأثر على القلب أو على السكري أو ما إلى آخر الناس اللي هي سليمة مش بيجي لها تسوس بسبب المرض بيجي لها تسوس بسبب الأسباب الثانية اللي هي عدم العناية بتنظيف الإسنان عدم يعني عدم المشي على الانستركشنز المزبوطة إنما الناس اللي هي بتبقى مريضة زي المرض السكر بالذات اللي هي الانكنترولد اللي هي مش مشين مع دكتور بيبقى عندهم عرضة جدا هما يجي لهم تسويس الناس المدخنين بيجي لهم تسويس كتير اللي عندهم جفاف بسبب الأدوية بسبب الأنتيبياتيكس اللي عندهم ارتجاع المريء لأنه هو ارتجاع المريء للأسف بيعمل أحماض في الفم فبيزود التسويس اللي عندهم فقدان شهية أو عندهم النهم يعني بيأكلوا كتير اسمها بوليميا دول كلهم بيزودوا الأحماض في الفم وبيزود عرضه بيزيد العرضة للبكتيريا فطبعا فيه أمراض كتير بتعمل البراجنسي مثلا الحوامل لو هما ماهتموش بنظافة أسنانهم أو لثتهم وقت الحمل ده بيزود التسويس بيزود كمان التهابات في اللاثة ونزيف اللاثة فدايما بننصح الحوامل بالذات إن هي ما تسيبش أي حاجة يعني تهتم بصحة الفم قبل ما أكيد طبعا جدا مهم في نهاية دكتورة مي عندك أي نصائح لمشاهدين فيما يخص صحة الفم أكيد أنا بس نصحتي إن كل الناس لازم لازم تهتم بأسنانها لأن الأسنان وجمال الأسنان بيأثر على الشكل الخارجي يعني لو فيه تسويسات كتير لو فيه مشاكل في السن أو لون السن أصفر بيأثر جدا على الشكل الخارجي مهما كان البناء دم شكله حل وهانسم لو أسنانه مش حلوة وابتسامته مش حلوة شكله مش هيبقى حل وخالص أو يعني الكونترست في الجمال مش هيبقى حل وخالص فأنا نصحتي دايما إن نهتم بجمال أسناننا بنظافة أسناننا نروح لدكتور الأسنان على أل مرتين في السنة ولازم عشان الفالو أب ده مهم جدا فيه حاجات مش بنعرف نكتشفها إلا لما نروح لدكتور الأسنان حتى لو ما فيش واجع يعني حتى لو لو إحنا ما عندناش واجع مشكلة العالم العربي إن هما ما بيروحواش لدكتور الأسنان إلا لما يبقى فيه أو جاعة فأنا نصحتي دايما إن كم مرة نزور الطبيب حتى لو عنا أسنان سليمة وصحيحة تمام فيه ناس بيبقى عندها عرضة للتسويس وفيه ناس لأ اللي بيبقى عندهم عرضة للتسويس وده بسبب عوامل وراثية بسبب عوامل كثير لازم على الأقل كل ثلاث شهور وفيه ناس بقى ما بيبقاش عندهم عرضة للتسويس كتير على أقل مرتين في السنة تنظيف وخلال التنظيف والكشف بتكتشف فيه بقى حاجات عنده بنعليجها نهتم بصحة أسناننا نهتم بشكل أسناننا عشان كده لازم نعرف التريتمين الصح أو العلاج المزبوط اللي بيجمل أسناننا سواء طبيت سواء فنييرز يعني مش كل الحالات أنا بلجأ للفنييرز ممكن فيه أسنان تبقى حلوة مجرد نعمل لها تقويم بسيط ونعمل لها طبيت وتبقى بيرفكت فيه أسنان مثلا لا ممكن فيه أسنان تحتاج فنييرز هنتطر نعمل لهم فنييرز لأن هي فعلا محتاجة بزيت السنان اللي بتبقى فيها فرقات فيها فاختيار العلاج المناسب للبيشينت مهم أنصح الناس أنه هما لما يروحوا الدكتور يروحوا الدكتور مختص ما يروحوش لأي حد عشان أهم حاجة في العلاج أهم حاجة اكتشاف المشكلة وحلها فبس والعناية بالأسنان نصائح كتير وذكرنا ماشاء الله اختصرنا جميع النصائح وتحدثنا بالتفاصيل جاوبت عن جميع أسئلتنا وأنا متأكدة أن مشاهدين استفادوا من هذه المقابلة شكرا جزيلا دكتورة مي دكتورة تجميل الأسنان شرفنا وجودتش اليوم والله وأنا أكثر شكرا جزيلا